الحاكم الذي أصبح لقلقا حكاية من التراث القديم كان يا مكان في قديم الزمان وقبل مئات السنين كانت تشقند أغنى مدينة في العالم تجمعت في هذه المدينة جميع كنوز العالم ودون شك كان حاكم تشقند أغنى رجل في العالم سيدي 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 ما الأمر؟ منصول ألا يوجد عندك شيء يثير إعجابي؟ في الحقيقة هناك شخص يريد أن يريك شيء مدهش ماذا؟ أخضره إلى هنا حالا أنا هنا اسمي قاشنول يا سيدي أرجوك أنظر إلى هذه إنها مدهشة ها؟ هذه ليست سوى علبة صغيرة نعم نعم ولكن داخل هذه العلبة يوجد مسحوق أسود قادر على تحويل أي إنسان إلى حيوان يا سيدي ها؟ إذن باستعمال هذا المسحوق بإمكان الإنسان الذي يتحول إلى حيوان أن يفهم ما تقوله الحيوانات أليس كذلك؟ نعم عليك أن تقوم بشم هذا المسحوق وتقول متنبول وإذا أردت أن تعود كما كنت تجه إلى الشرق وانحني ثلاث مرات وقل متنبول ها؟ هذا مدهش سوف أشتريها طبعا يا سيدي ولكن بشرط أن تفعل ما أقول نعم ها؟ عندما تتحول إلى حيوان لا تفحك لأنك إذا ضحكت ستنسى كلمة السر وتبقى حيوانا ها فهم سأنفذ ما تقول ولن أضحك قرر الحاكم أن يجرب مفعول المسحوق في ذلك المكان والزمان مع تابعه منصور أظهر هناك أوه طائر مقلق شيدي لا بد أن لدى هذين الطائرين حديثا مثيرا نعم شيدي حسنا لنتحول إلى لقالق متنبول أوه هذا مسحوق رائع أصبحت لقلقا بالفعل رائع أوه أرجل طويلة هل تتعشى؟ هذا الطفطع لذيذ أحبك كثيرا ولكن أريد أن أحافظ على رشاقتي لأنني أتعلم رقصة الباليء واه جميلة جدا أحبك كثيرا أحبك كثيرا أين الاتجاب؟ أحبك كثيرا أحبك كثيرا أحبك كثيرا وحاولا أن يتذكرا كلمة السر ولكن لا فائدة وهكذا أصبحا عاجزين على الرجوع إلى الصورة الحقيقية وفي أحد الأيام يحيى الحاكم الجديد يقولون يحيى الحاكم يحيى الحاكم يحيى الحاكم أوه ذلك الرجل يحيى الحاكم الجديد إنه قاشونول الرجل الذي خدعه يا لهم المصير المحزن لم يكن هناك سبيل للرجوع إلى صورتهم الحقيقية وهكذا غادر المدينة وبدأ في رحلة لا يعرفان إلى أين ستقودهما وبعد بضعة أشهر وفي ليلة مقمرة وصلا إلى قلعة مخيفة ما هذا الصوت؟ إنه بكاء حزين لمن يا ترى؟ إنها بومة أيتها البومة نحن متأسفان لإفزاعك نحن لقلقان مسافران سأل الحاكم البومة بكل لطف أخبريني يا بومة لماذا أنت حزين هكذا؟ أرجوك أخبريني عن كل شيء أنا لوثر أميرة الهند رفضت أن أتزوج من قاشونول المحتال فحولني إلى بومة كما ترى قاشونول إنه نفس المحتال الذي حولنا إلى الأقلقين ما أغرب القدر هذه قلعة قاشونول وسيقيم قاشونال هذه الليلة حفلة عشاء فاخرة من المحتمل أن يذكر كلمة السر التي نسيت معها أرجوك أخذينا إلى هناك أرجوك حاضر سأخذكما إلى هناك ولكن بشرط شرط؟ أي شرط تكلمي هيا الشرط هو أن يتزوجني واحد منكما وهكذا سيزول تأثير قاشونول علي حالا أنا لا أتزوج ولا أنا تعال لحظة وتناقش فيما بينهما ليقرر من سيتزوج الأميرة هل وصلتما إلى قرار؟ طبعا طبعا نحن الأثناء نرغبوا بالزواج منك ولكن نعم لكني قررت أن أنسحب الأصالح سيدي ليتزوجك طبعا وهكذا أرشدتهم البومة إلى طريق القاعة السرية حيث قاشونال والأشرار قاشونال ثم تحول الأثنان إلى الأقلقين لا أمل لهما في معرفة السر أبدا 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 سنكون في مأزق كبير لأننا سنتحول إلى لقالق لا أريد أن أتحول إلى الأقلق لا تقلق لا تقلق من المستحيل أن يتذكروا كلمة السر ما هو السر أخبرني ها ما هو؟ يجب عليهم أن يتجهوا إلى الشرق وينحنوا ثلاث مرات ويقولوا متنبول تذكرتها متنبول يا إرقât مهما دع Rouge أنا موتبول هيا إيا قال يا إيا حر راتب الكوهما لم تفلتوا مني أبداً ستقوتون لا تتساق هل تظنون بأنني سأترككم تهربون؟ أين الشرق؟ أين الشرق؟ أين الشرق؟ لن تستطيعوا العرب أبداً لن تفلتوا مني، لن تفلتوا أبداً لقد أصبح الإثنان في موقف صعب سأقتلوا فهم واحداً كما الآخر في تلك اللحظة، كانت الشمس تشرق بأشعاتها على الداخل موتابون قمت بقية الحمد لله، عدنا بشراً نعم سيدي البومة أين هي؟ شكراً لك يا عزيزي شكراً جزيلاً شكراً ماذا؟ هل نسيتم البومة؟ إنها أنا بهر قلب الحاكم من جمالها الفائق أنت؟ منصول لقد قررت أن أتزوج هذه الفتاة ما رأيك؟ وهكذا عاد الحاكم إلى مملكته وبصحبته زوجة جميلة